يبدو أن الأزمة في أوكرانيا تتجه إلى خيار لإنهاء الحرب ولكن وفقاً للنموذج الكوري صحيفة بوليتيكو أشارت قبل أشهر إلى أن الحلفاء تحدثوا عن تجميد الصراع لما يشبه حرب شبه الجزيرة الكورية في الخمسينات أي وقف إطلاق نار دون حل واليوم تقول أوكرانيا أنها ستبدأ مشاورات مع واشنطن بشأن حصولها على ضمانات أمنية تضمن قدرتها على مواجهة أي عدوان روسي وكبح جماحه على أن تكون الضمانات سارية حتى تحصل أوكرانيا على عضوية لا يريد أعضاء حلف شمال الأطلسي تقديمها ولكن هل الضمانات الأمنية كافية لتجميد الصراع؟ مساع دولية حثيثة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام وحسب وولستريت جورنل استضافت كوبينهيغن قبل شهر اجتماعا يناقش السلام ولم ينتج عنه الكثير وذلك لتمسك أوكرانيا بعودة جميع الأراضي المحتلة وخروج القوات الروسية قبل بدء المحادثات والآن حسب الصحيفة تنقل مساعي السلام إلى السعودية لكن بمقاربة أكثر عملية حيث سيسعى المجتمعون إلى التوقيع على مبادئ تشكل إطار محادثات السلام دون التقييد برؤية أوكرانيا ويبدو أن الإرهاق لحق بالحلفاء فوزير الدفاع الإيطالي قال إن القتال وصل إلى طريق مسدود ومن الضروري الوصول إلى حل سياسي لإنهائه وبينما تدعم أمريكا وأوروبا خطة سلام كييف عالنا يقول مسؤولون غربيون إنه من الواضح أن المحادثات لن تنجح إلا إذا تمت صياغة مبادئ دولية يتوافق عليها الجميع رند الشيخ العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات